ومن كثر ما صيحنا وحجينا باللجان يطلع واحد يقول ما دامك أنت أبو جاسم وعراقي شريف يلا راح نكلفك تجمع الوثائق مال لكويت شو أردكم إياي شو أردكم جمعتهم كليتهم لا مو بس هاية طلعت لهم وربة بأنها جزيرة عائدة لتلث عوائل في العراق عائلة بالبصرة تمائمة وعائلة بالناصرية طلبة ومننا ما نتكلم وعائلة دليم وربة عدنا هسة فرمان تركي يثبت بأنها تعود للشيخ علي ولا أكمل توردتوا أنتوا جمعناهم كلهم وطلعنا شوال الإنجليز وجبنا وثائق الإنجليز وجبنا الوثائق اللي كان العراق بعدها بالدولة العثمانية والكويت قضاء شوال كانوا يسوون بيناتهم المكاتبات قل للعوازم خلي يطلعون جيب شيء يثبت بأن واحد جيب كذا حتى يقول بأنني كنت في وربة وتالي ثبت ماك ولا واحد كويتي وهي الكويت جزء من البصرة يعني حتى إذا أنازع الكويت بهذا الأمر أقول لها أنت في عام 1908 كنت جزء من عندي فكل ما تقوم به إلي جيبناها على خور عبدالله التميمي وانصيح يا ناس يا عالم خور عبدالله التميمي خور عراقي ابن التميمي وإدليمي وياه وناصرية يا لوائل منت فيش عمي ذولة كانوا الخور والوربع لهم ونصبوا بياني ذا مو الثلثين لهم هسا يجيك واحد يقول لك أنت مو أنت دا تمس المصالح يطلع لي واحد ما أريد أقول اسمه ولا هذا من المسؤولين يقول أنت أحرجتنا عندنا مصالح مع الكويت ولك كافي عاد عيب عليك عيب عليك تستلم هدية أنت مو مصلحة هاي سيادة موسيقى